قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن مؤسسات الدولة المصرية تحرقت منذ اليوم الأول للأزمة بالسودان الشقيق لتسهيل وتأمين عودة أبناء مصر المتواجدين هناك تنفيذا لتكلفات الرئيس السيسي وخلت رأسي اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أكد مدبولي أن الدولة تبذل قصار جهدها على الصعيدين الدبلوماسي والسياسي لوقف العنف والصراع الدائر حاليا لافتا إلى أنه تم تشكيل خلية أزمة تضم الوزرات وجهات الدولة المعنية لتنظيم عمليات الإجلاء وتقدم رئيس الوزراء بالتعازي لوزارة الخارجية ولأسرة الفقيد محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة مصر بالخرطوم الذي استشهد الاثنين الماضي وخلل الاجتماع تم عرض الإجراءات المتخذة تجاه الطلاب المصريين الموجودين في السودان ترجمة نانسي قنقر